حسنا في البداية دعني أقول أن التركيز على المجتمع الدولي هو الموقف الذي تخته الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين هناك وهذا يبقى تركيز المجتمع الدولي النقطة الثانية كما قلت عندما يتم الهجوم على العراق وإقليم كردستان هم يقومون بانتهاك سيادة العراق وسلامة أراضه وفيما يتعلق بالنقطة التي ذكرتها حول تواجد الأمريكي هنا نحن هنا الولايات المتحدة والتحالف بالدعوة من الحكومة العراقية وهنا للمساعدة القوات الأمنية العراقية في الضمان الهزيمة الدائمة للداعش وواضح جدا في حديثي مع رئيس الوزراء وممثليه الأمنيين بأننا جميعنا نقيم تقيمنا بأن داعش تبقى تهديد لا تزال تمثل تهديدا ليس فقط للعراق ولكن للمنطقة وخارج المنطقة أيضا ولا زال لدينا عمل للقيام به كشركاء سوية لهزيمة الداعش مرة أخرى أتذكر بأن مؤخرا في الصحافة الدولية أعتقد أن رئيس الوزراء بوضوح كبير شارك وجهة نظرنا وبين بأن القوات الأمريكية وتحالف الدولي هناك حاجة لها وأنها تبقى مركزة على هزيمة الداعش الدائمة ترجمة نانسي قنقر